السلام عليكم نجوى فؤاد صرفات على يسرى 4 مليون جنيه ولا تسأل عن يوجهت الفنانة نجوى فؤاد اللوم الى النجمة يسرى وقالت انها تتجاهل السؤال عنها بعد معاناتها من ازمة صحيات الفنانة النجوى فؤاد خلال ظهورها في برنامج حبر سري الذي يعرض عبر قناة القاهرة والناس تحدثت عن العلاقة بينها وبين النجمة يسرى وقالت انا صارفة على يسرى 3 اربع مليون ولسه كان عندها حوار انبرح ومقالت انها ابدة اول فيلم عندي نجوى تابعت نسيت ان في حاجة اصهم نجوى فؤاد مفيش تعالي اشوربي في انجانا قهوة حتى دلوقتي لما تسمع اني مريضة او لما بعيد عليها برسالة صوتية ترد عليا برسالة صوتية تقول لي كل سنة وان تطيبة بس لكن في العادي مش بتسأل عليا وردا على سؤال الاعلاميات اسمى ابراهيم لو يسراجت دويتولوكا الثلاثة مليون جنيه هتاخديهم اجابت الفنانة نجوى فؤاد بصراحة لا هتعب انسانيا ونفسيا عاوزة احتاج لربنا مش لبشر الفنانة نجوى فؤاد اعلنت مؤخرا معانتها ازمة صحية موضحة انها لا تتقاضى معاشا من نقابة المهن التمثيلية وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم